لم تكن هذه البداية لكنها أصبحت جزءا يوميا في حياة العراقيين صناعة الفساد التي امتدت إلى ظاهرة ثم إلى وباء تفشى في الدولة بمؤسساتها وكتل سياسية فيها ونفوذ أحزاب ومصالح شخصية ولا طالما أن منافذ البلاد أبواب صادراته ووارداته كان ولازال يحكمها أشباح تحت قبعة الاختفاء فإن أموال البلاد التي تصل إلى 150 مليار دولار أكلها أشباح الفساد وهربوا إلى خارج العراق يتحرك رئيس الجمهورية برهم صالح في توقيت زمني مهم حيث الاقتراب من موعد ديمقراطي منتظر من أطياف الشارع كافة كانوا قد خرجوا لأجل محاربة الفساد واستعادة العراق وطنا كاملا غير منقوس يقدم صالح مشروع استرداد عائدات الفساد والذي يهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة جراء عمليات الفساد ومحاسبة المفسدين في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الرئاسة الثلاث في العراق لم يتوقف الرئيس عند هذا الحد بل فتح خطا جديدا لتشكيل تحالف دولي يشبه تماما التحالف ضد الإرهاب لكنه يختص بمحاربة الفساد يتزامن الحديث مع كشف تقرير بريطاني عن أسباب نمو الفساد حتى أصبح نهجا متجذرا في العراق خدمة للسارقين الذين يهدفون في كل جولة من جولاتهم على أن يبقى البلد في خانة الخراب وغياب التطوير وإعادة الإعمار لكن التقرير تحدث بوضوح عن أباطرة الفساد الرسميين الذين يغذون الفصائل الخارجة على القانون ومسؤولين سياسيين امتلأت جيوبهم بما جعل البلد مفرغا من طموحات استثمار ثرواته وخدمة أهله